طب أقول لك حاجة أنا كنت بحس دايماً بيرسي تاو لما كان بيلعب مهاجم في الأهلي مهاجم مكان محمد شريف كان بيؤدي أفضل أنا ما شفتش أي مبرار بيرسي تاو بيلعب فيها كجناح رغم أنهو ده مركزه الأصلي بيؤدي بشكل كويس لكن لما بيتسو موسيماني استخدمه كمهاجم أدى بشكل كويس نقطتين النقطة الأولانية قناعة كبيرة جداً عند بيتسو محمد شريف وهو مهاجم جايد جداً طبعاً بقاش هو قناعة الراجل وإحنا عكسه طبعاً لأ هو مهاجم جايد جداً لكن بيرسي تاو بيأخد الكثير منها الحرية لما بيلعب كمهاجم أو شادو سترايكر لكن يبقى الشكل والتوظيف ده أساسي بيتسو موسيماني بيطلب منه واجبات بعيد خالص عن البوكس يعني حتى مش جناحة كريم ولا حتى شادو سترايكر يلعب تحت شريف هو بيتواجد في مناطق العمق اللي هي زحمة جداً أي فريق هي لعب النادي الأهلي بيبقى قافل العمق لا وأنا شفت أكثر من مرة أنه بيبدل البوزيشن بتاعه مع مجدي أفش ده اللي النقطة اللي أنا قلتها من شوية أنا بشرح دور عبدالقادر لما أفشى اللي هو العيد ده بيتواجد هنا أحمد عبدالقادر بيفضي اللاين وده طبيعي جداً وصح إنه يفضي اللاين هنا عشان يدخل في العمق ويسيب اللاين لعلي معلول عشان يعمل أوفرلاب وبتالي يخش يعمل كروسز الدور اللي جومي المهم جداً بتاعلي معلول وقت يروح نازل هنا فدايماً للسويتشات اللي بتحصل ما بين أحمد عبدالقادر وما بين محمد مجدي أفشة بتودي محمد مجدي أفشة على الطرف ما بيعرفش يشتغلها لما بلاقي زحمة في وسط الملعب بيروح محمد مجدي أفشة هنا عشان يعمل السواب مع بيرسيتاو فيدخل بيرسيتاو هنا في الزحمة اللي هي مش بتاعته أبداً ده بيأثر بيخلي دايماً النادي الأهل الملعب والناس تتفرج على كل مبارات النادي الأهل الملعب ما يلاح تشمال اللي فيه علم علول وفيه أحمد عبدالق